وكأن العراق واحة الديمقراطية فبدأ المسؤولون يروجون لإقبال العراقيين المغتربين على السفارات من أجل التسجيل للعودة إلى العراق ليأتي الرد الصادم من دائرة الهجرة الدولية بأن سجلاتها تخلو من أي طلب عراقي للعودة وعلى العكس تماما فقد أصدر مؤشر هجرة الأدمغة تقريرا بيّن فيه أن العراق في طليعة البلدان العربية الطاردة للعقول المبدعة الهلال الأحمر العراقي والمفوضية العليا للاجئين التابعة للأمم المتحدة أكد أن عدد الذين غادروا العراق بلغ نحو أربعة ملايين شخص موزعين على خمس وثلاثين دولة حول العالم بينما ترى منظمة هيومن رايت سووتش أن عدد المهاجرين العراقيين أكثر بكثير مما هو معلن لأن الكثير منهم لم يقيد أسماءهم في الدول المضيفة خشية من ملاحقتهم وتعقب تحركاتهم من قبل الحكومة في بغداد شريحة الشباب هم الأكثر تفكيرا باللجوء لأنهم يبحثون عن حياة أفضل وبناء مستقبل لهم في ظل الفوضى التي تعيشها البلاد وتراجع المستوى الأمني والاقتصادي وغياب أفق واضح لحل هذه المشاكل نقابة الأطباء العراقيين كانت قد كشفت أن عشرات الآلاف من الأطباء تاركوا البلاد في السنوات الأخيرة بسبب انعدام المستقبل في العراق والعنف الذي يتعرض له الأطباء وخصوصا في الفترة الأخيرة حيث أصبحوا عرضة للهجمات العشائرية والميليشيوية من أقارب المرضى ومثل الأطباء المهندسون والكتاب والمثقفون عموما ذاقوا مرارة دروب الهجرة وصعوبتها من أجل النجاة بعوائلهم من الأوضاع المزرية في العراق الخروج من البلاد بالنسبة للعراقيين صار حلما لفئة الشباب الذين عايشوا الفقر والظلم والحرمان من الوظائف مقابل انتشار السلاح وتفشي الجهل في صفوف الممسكين بزمام الأمور العراق الجديد ببيئته السياسية أصبح طاردا للعقول والأدمغة التي تعد عماد قيام كل دولة ونهضتها وذلك ما لا يناسب من يريدون بقاءه متخبطا في الواقع المتردي